على الشاشات تتضح صورة العلاقات الدبلوماسية وحراك التعاون العراقي التركي المشترك حول ملفات الأمن والمياه والنفط ثالث الخطوط المتقاطعة بين بغداد وأنقرة بينما يغيب ضخ تلك الدبلوماسية عن أنابيب النفط من كردستان إلى تركيا عبر ميناء جيهان بحسب لغة الأرقام فإن ضربة اقتصادية يحذر خبراء من خطرها الوشيك على انتاجية صادرات النفط العراقي مع استمرار تعليق تركيا لتدفقاته عبر جيهان إذ يأتي التعليق التركي بعد حكم أصدرته غرفة التجارة الدولية في قضية تحكيم أقر الدفع أنقرة لبغداد مليارا ونصف المليار دولار نتيجة سماحها ضخ صادرات النفط من إقليم كردستان دون تصريح من حكومة بغداد في الفترة ما بين 2014 و2018 وعشية زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى العراق قبل أيام لم تتضح صورة التصريحات الرسمية بما يتعلق بجيهان وهو ما عزز فكرة وجود عقدة تتمثل بتصدير النفط تربطها تركيا بحسب محللين بزيارة أردوغان التاريخية والمرتقبة إلى العراق يجمع باحثون أن الزيارة مرتبطة بحل قضية تصدير النفط بين الدولتين وإلى أبعد من هذا فإن ثمت حضور تركي في ملف كركوك المستجد يقرأ بحسب حراك الكواليس العراقية التركية على أنه حضور يعزز رسالة تركيز تركيا على مصالحها أكثر من أي مصلحة مشتركة مع العراق وشأن العراق الداخلي خير دليل على التعنت التركي بحسب خبراء سيما بما تدركه أنقرة حول انهيار متوقع لحكومة الإقليم وتفاقم المشكلات العراقية الداخلية في استمرار ما يشبه حالة لي الذراع وفق تعبير محللين إذ ينقل خط الأنابيب العراقي التركي حوال 10% من إجمالي الصدرات العراقية ناهيك عن قراءة أوردها مركز الروابط مؤخرا حول أهمية اقتصادية للعراق وتركيا وإيران معا في حال وجود تعاون اقتصادي فاعل مكتمل بينهم ينعكس ملف جيهان على ملفات شبيهة يبحث العراق الرسمي والشعبي عن حلول لمشكلتها سيما الأمن والمياه ومدى حجم حصول العراق على حقوقه ومصالحه وتحقيقها على الأرض من الجارة تركيا اشتركوا في القناة